السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد على وجه المعمورة مجموعة من البشر تعيش في منطقة غابات الأمازون البوليفية تسمى تسيماني حيرة العلماء الذين اكتشفوا أن هذا الشعب لا يعاني من السمنة أو ضغط الدم كما أنه حصان من أمراض القلب والسكر من النوع الثاني للموز فوائد كثيرة تبدأ من منحه الطاقة للجسم ولا تنتهي عند غناه بالمعادن والعناصر الغذائية الغنية سنتعرف على أهم هذه الفوائد وفقا لأحدث الدراسات العلمية حول الموز فوائد الموز الصحية يساعد الموز في وقاية المعدة من القرح والتهيجات كونه يحتوي على مواد تغلف المعدة وتحميها من أي أضرار وكذلك يقلل من الإصابة بالإسهال أو الإمساك أيضا نتيجة احتوائه على الكربوهايدرات التي تقوم بتسهيل عملية الهضم كذلك يساعد في حركة الأمعاء بصورة أفضل يمد الموز الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة لممارسة الأنشطاء اليومية ولذلك ينصح بتناول موز واحدة يوميا في الصباح وهذا قبل ممارسة الرياضة يساعد تناول الموز في التقليل من أعراض التهابات المفاصل وكذلك يسهم في علاج المقرص وفي هذه الحالات ينصح بتناوله يوميا بانتظار يفيد أكل الموز في تنظيم نبضات القلب ويساعد في خفض ضغط الدم المرتفع كذلك يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم كونه يحتوي على البوتاسيوم ويقي من حدوث السكتات الدماغية تتضح فوائد الموز في تحسين صحة الكلة لأنه مصدر غذائي مهم للبوتاسيوم المفيد في الحفاظ على ضغط الدم ووظائف الكلة الصحية كما يقلل تناول الموز من تكوين حصوات الكلة مع التقدم في العمر يحتوي الموز على نسبة جيدة من الحديد الذي يساعد في الوقاية من فقر الدم يخلص الموز الجسم من آثار النوكوتين في حالة الإقلاع عن التدخين نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم وبيتامين بي 12 يساعد أكل الموز في معالجة النزيف والطربات الدورة الشهرية لأنه يزيد من إفراز هرمون البريجسترون يقي الموز الجسم من الإصابة بالتشنجات العضلية ويعمل على تهدئتها لأنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وبالتالي يساعد على النوم في هدوء يحتوي الموز على فيتامين بي 6 مما يساعد في تحسين النزاج يحافظ الموز على صحة العين وسلامتها نظرا لاحتوائه على فيتامين A يساهم تناول الموز في تعزيز الرغبة والقدرة للرجل والمرأة لأنه ينظم إفراز هرمون السيروتونين يساعد الموز على نمو الجهاز العصبي للجنين بصورة أفضل كذلك يساعد في تنظيم مصور الأكسجين إلى الأنسجة ويحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة لصحة الحامل تساهم عناصر المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات A وB12 وB6 كلها تحمي البشرة من أي تجاعيد وتساهم في ترطيبها وكذلك تبدو أكثر حيوية ونضارة يساعد الموز في القضاء على حب الشباب عن طريق نزه مع القشرة ووضعه على البشرة مرتين في الأسبوع يحمي الموز الشعر من التساقط والتلف والبهتان ويجعله رطبا غير جاف ويزيد من لمعانه وحيويته ويقضي على القشرة في فروة الرأس نستخدم الموز في الحميات الغذائية كونه يعتبر غذاء متوازن ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة والهامة فيمكن تناوله بين الوجبات كما أن هناك رجيم سريع بالموز والحليب يساعد في إنقاص الوزن سريعا إذا كان لديك مناسبة خاصة وتحتاج إلى التخلص من الوزن الزائد بصورة سريعة يساعد تناول الموز على تنظيم السكر في الجسم ويعد من الخيارات الصحية لمرضاء السكري حيث يمتلك الموز مؤشر جلاسيمي منخفض أي أنه لا يسبب ارتفاع في مساويات السكر في الدم بطريقة سريعة وغير صحية يحتوي الموز على ألياف مثل البكتين والنشأة المقاوم وهذا يساعد الجسم على ضبط مساويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات وتقليل الشهية والشعور بالشبع كما يقلل تناول نظام غذائي غني بالألياف من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يساعد تناول الموز خضراء في تحسين حساسية الأنسولين لاحتوائها على كمية كبيرة من النشأة المقاومة يمكن أن يكون لتناول الموز على الريق بعض الفوائد وكذلك بعض الأضرار وتتمثل فوائد الموز على الريق في تقليل الشهية لباقي اليوم وذلك لأنه يعمل على إبطاء عملية الهضم وإبطاء تفريغ محتويات المعدة وبالتالي الشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية في المقابل لا يفضل تناول الموز على الريق في حالة المعاناة من مرض السكر ويفضل تناوله مع وجبة خفيفة غنية بالبروتين لتقليل انتصاص السكر ومستوى السكر في الدم يفضل تناول الموز في حالة المعاناة من الإسهال لتعويض ما فقده الجسم من ماء وشوارد مثل البوتاسيوم وينصح أيضا بتناوله كوجبة خفيفة في حالة الإصابة بالتهاب القولون مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته